المسائل الثلاثة المسائلة الأولى فيها إفراد الله سبحانه وتعالى بتوحيد الربوبية وبتوحيد الأسماء والصفات المسألة الثانية فيها إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا نبي ولا والي ولا جني ولا صالح ولا ملك المسألة الثالثة البراعة من الشرك أهلي المسلم لا يجب أن يتبرع من الشرك لا يمكن أن يكون كالمشركين يتبرع بالقلب إقرار واعتراف أن كل ما علي الكفار كفر أضار باللسان يصدح باللسان وما أنا من المشركين بالجوارح لا يشارك الكفار في عيادهم وفي احتفالاتهم وفي طووسهم يعني من الإسلام أنا جريك بيش أنا شرك أنا يندي أمبالي شركي هويزيك ويشركيش يعني أنا ويوانبيا ميسيون مشركين أنا ويسيما كويني لساني ياك أنا ويوانبيا أنا tamuka na kufanya vitendo vitendo utafanyaji يعني kujitia mbali na wakafi na wakafili usi washirikishe يعني watu wakija يعني wakifanya mambozao usi ingirie kwa ju wanafanya يعني haya kuhusu ye kama umislam كيف نتعامل مع غير المسلمين مع اليهود مع النصارى مع المجوس كيف نتعامل يعني tutaisha jana watu wainyao hawamini Allah subhanahu wa ta'ala يعني wasiwa wa islam نعم انقسم الناس في التعامل مع غير المسلمين إلى طرفين ووسط يعني watu waleisha watuwa ta'ala biya tujirikibeshe kuyishina watu kwanjiyambiri naile ya wakati kati قسم yettahadda alakuffar bil katil wassab wakati wakati yani ni kisenyambiri kwanji muntana anakwar anawa tukiya sana wa kisim yusharika alakuffar fi aiyadu fi ahtifalatu fi ahtuosu fi ahti tatu tunuhu nuhuhid minhum yani muntum mungin yuli rinye anayishi nawa anakule nawa naindana na wana anafa wana wana wa saha wa saha wa saha نفي لهم بالعهود لا نتعدى عليهم لا بالقتل ولا بالسبب ولا باخذ الاموال يعني tunaishi nao kama yani wasati يعني hatuwezi kuhachukia na hatuwezi kujifananisha nao ومع هذا لا نشارikهم في عيادهم وفي احتفالاتهم في طغوسهم يعني naivo-ivo hatuwezi kuhuingilia mwenyeo nafanya masikuma kubwa yao hatuwezi kuhuingilia ندعوهم الى الله يعني tunawomba wakuji kwa islam نansح lahum يعني tunaungia nao نقول والله نريد لكم الخير والخير كل الخير ان تدخلوا في الاسلام يعني tunaambia si tunawataakia mima na mima inye tunawataakia ni kuhuingia kuhuingia islam ونخاف عليكم من النار اذا باقيتم على هذا الكفر فأنتم في النار يعني tunaofu يعني mtaingia jahannama mkiguma kwa juu njiai ni mbaa inawaingiza naara jahannama المسلم لا يغش حتى الكفر لا يغشهم هو ينصح لهم والله أعلم يعني mu islam hawezi kufanya يعني خدا يعني lazima wambia ukweli دو يوون نا فيل فيل كوا وينيو واسيو وإسلام